ربما ستقول المشاكل السياسية بين بغداد وأربيل في طريقها إلى الحوار وذلك بعد أن خضع إقليم كردستان لضغط محلين وأقليمي ودولي دفعه لتقديم تنازلات سياسية ومطالبته بواسطة أو بوساطة من المجتمع الدولي ربما المناخ السياسي مهيئ للحوار بين بغداد وأربيل خاصة بعد التعهدات من قيادة الإقليم بالالتزام بالدستور ووعدة الأراضي العراقية وقف التجنجات العسكرية بين جيش الاتحادي والبيشمرقة هناك جهات تسعى إلى خلط الأوراق لكن اليوم التهدئة بعد أن حقق العراق ما يريد من خلال أولا السيطرة على معظم منابع النفط الإقليم اعترف بقرار المحكمة الذي لم يجز لأي مكون من المكونات الانفصال وهذا يفتح الباب لعدم أخذ الجميع بجريرة سيد مسعود البرزاني ولعل الضغط الدولي الذي يدفع باتجاه وحدة العراق قد يكون له الأثر الواضح في تفكيك الأزمات السياسية بين الحكومة الفيدرالية والإقليم سنحب هذه الخطوة لأن هذه الخطوة تسير في الاتجاه الصحيح ونحو توحيد العراق بكافة قومياته وقلياته وبحسب بيان حكومة الأقليم الأخير فقد طالبت كردستان المجتمع الدولي بتهيئة الأرضية المناسبة للبدء بالحوار الجدي مع بغداد كونه السبيل الوحيد لحل كافة المشاكل العالقة حسن فالح قناة الرشيد الفضائية بغداد